اشتركوا في القناة من تونس لانتمي لا تيار سياسي انما وطني حتى النخاع وبالتالي من هذه الارض الطيبة التي حبيها الله بكل ما هو جميل اقول للسياسيون اتقوا الله في هذا الوطن لان تونس تغنى لها الشعراء وتبهى بها الاشقاء والاصدقاء وصر كل من زارها شرقيون وغربيون من ملوك ورؤساء لحد السواد بدون استثناء هذه تونس العزيزة والجميل ولكن نحن نمر بمرحلة خطيرة وخطيرة جدا نهيك وانه عشر سنوات مروا نهب وسلب ونقول للسياسيون اين الاموال التي دخلت الى تونس هذا السؤال المطروح وبالتالي نقولولهم وين القروض اللي خذيطوها وين الهيبات اللي خذيطوها وين الودياة اللي استثمرتوها وين خيرات البلاد اين انتم من هذا كله تتبادوا فامتي تتقاذفون باقبح العبارات على مرأة ومسبع من الجميع نقولولهم فامتي تنولتوش مشروع اقتصادي ولا اجتماعي هذا السؤال تو نجوه فامتي كذي يقولوا كذا باي انتم غطيتوا على العورن تاعكم على النهب وسلب القروض اللي خذيتوه كذا هيا حكومتنا تو وفامتي وعلى رأسها الرئيس هاو ما فامتي ما ماخذيش قروض وبالتالي نعيشوا كذا اما بارونات السيد هي المواطن التونسي واكثريت الشعب التونسي وهم يقولوا يتكلموا باسمنا من اين لكم من انتم حتى تتحدثونا باسم الشعب التونسي لانه الاكثرية لفظكم وبالتالي رأينا فامتي مجلس النواب كيف يتقذفونا ويضربونا بعضهم البعض حتى ان الدماء سالت وبالتالي نقولوا لهم اين انتم من هذا كله البلاد فامتي تعيشوا في ازمة اقتصادية واجتماعية فامتي اقطعتوا علينا الحليب اقطعتنا كذا كل مرة تطلعونا بتلعا ولهذا انتم يلزم المحاسب انتاكم لانكم فامتي عبثتوا بالشعب وبالوطن وهذه مسئولية كبرى نقريناكم مش قدمتوش برنامجة تاع اقتصاد والاجتماع لكلكم تحبوا باش تعتلوا الكراسي كما احمد نجيب او كما واحد سياسي فامتي كذا فامتي ونذكر حتى بعض الاسماء وفامتي المحدودة نجيب الشابي مثلا وجوهر بن مبارك مزوز كانوا معناها كذا والحزب فلاني والفلاني توصوا صبحوا الكل فامتي لان المصالح متشابكة وغايتهم هي السلطة لا خدمة الوطن ولا خدمة كذا انا واحد من الناس نطلب فامتي من الرئيس باش يعملهم كمحمد مهاتير انت عنده نيسيا سكر البر والجو والبحر ايسي ديان اللي عنده مليم يجيبوا تو واللي املاكك تتساذر وتو السجن يتسنى فيك فامتي في جمعة من زمان رجع مئة الف مليار مئة الف مليار شوف انتي واحد من رجال الاعمال لانها المصالح مشتابكة السياسيون ورجال الفاسدون هما اللي افلسوا العباد افلسوا البلاد وجوعوا العباد وبالتالي نوجه نديها عاجل وعاجل لاننا نعيش في ازمة مائية كبيرة يسروا بالخص لاني زلت فامتي اكثر الصدود وانها ولت مستنقعات ليس الا نقول انا مش يطلع المال لسن كيام ايتاش كيف يشو مو بالبريسيون مش يجي نهار وفامتي تو السقوي هاو ما ننبه على الشمال الغربي لا يزرع ولا خذر ولا كذا ولا كذا مش ناكلهم من وراء البحار نحنا والله يا ذيها غريبة وعجيبة يلزم فانتي منحاسبة فقول قطب القضاء يتحرك باسترجاع الاموال منهوب وكاو دونك شنو الحل باش نصلحوا الوضع الاقتصادي في بلادنا الوضع الاقتصادي على بلادنا يلزم فامتي تصير اوديت تصير اوديت معمقة واسترجاع الاموال فامتي اللي نستغنوا على سنة ديق تاو فامتي هاو اخذوا قروض نحنا الحمد لله تاو السنوات مخذناش وانا قاعدين نواكبوا في العاصر بكل واحد واحد والشعب يوريك اللي هما يتكلموا باسم الشعب الشعب صابر حتى تمس في قوته صابر عليش خاطر فامتي عارف وانه مش من لذي لان الحكومات المتعاقبة هي اللي خلتنا نعيشه في الازمة هذي مع الاسف الشديد وبالتالي نخرجوا ملواء احد يلزم نعملوا على رواحنا ويلزم الكف من الاضرابات العشوائية والاعتصامات الفوضوية شكول اللي يحرك في الاقتصاد هي المواصلات المواصلات الجي تعمل اضراب عام اضراب في المقية على المواصلات باش مش يمشي لاكثرية الشعب يتنقل بوسائل النقل وين مش يخدم هو هو مش يخدم في المعمل المعمل الصباحة مسكر معناها الحاجة الحيوية ونواجه دين دي دي فامتي للرئيس ونقوله فامتي اكشفوا لوراقة دي انتعى السابوتاجات وانتعى الاضرابات العشوائية والاعتصامات الفوضوية اللي رحلت من اجل عشرات الشركات لأسباب لانه الاضرابات العشوائية والاعتصامات الفوضوية تقول الشركات تقول لك اخويا انا نصدروا كذا ومربوط بوقت يلزمني هتوصل للسلعة في الوقت اضرابات وعتصامات اخويا نرحل مع البلاد هذه 80 الف معناها موطل شغل فقدناهم اخسرنا اقتصادين واجتماعيين 80 الف عامل بايه السندق الاجتماعية لاش هي في معناها ما عندهاش اللي واحد لانها لان السندق الاجتماعية كل مواطن تونسي يتعرض لبيطال الفنية تمتع بميتين دينار شهرية اضرب انت محطوش 30 الف دبرو خدمة وخمسين الف كل شر ياخذ ميتين دينار اضرب انت مليار في الشر حساب معناك تعمل عمالية حسابية تجاه مليار في الشر منين بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي عليش هما فامتي تقول اه الواحد يصبش استرجاع مصاريف لانه صندوق الواحد الكنام اترجع فامتي تعطي للصندوق للضمان الاجتماعي باش يخلص الريتريتي دونك هنين فاما فاما يلزم نعملوا على سواعدنا ونقولوا الاتحاد كفانا اضرابا كفانا اضراب لانه الاضراب هو وسيلة من وسائل تحتيم الدولة واحنا نعيشه نعيشه في كبوس كبير برشا لانه فامتي الظرائب والذرابة دي ما تأدي حتى الحل لانه كلها ترجع كذا يا اخوية عليش اه نجي مثلا كما راجل اعمال هو نذكره ثانا راجل اعمال اغاية فامتي راجل اعمال فامتي اه عنده مغازات كبيرة جدا نك اخذها بارخص الاثمان وتوا فامتي اه دفعها للدولة معناها مقابل 23 مليون وقت اللي هو شاري 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 فامتي اه كم يقولها اه جنسية جنسيا تعال دولة اوروبية تسعة مليارات فامتي هنقولولو شبيه تسعة مليارات باش اه احد فامتي باش تاخذ وتتنقل وتعمل مشاريع على البره شبيك بلادك تعطيه 23 مليون معناها ويلزم فامتي نطلب من الدولة التحقيق الكامل في اه اه الخبراء الاقتصاديين وفامتي وشاريكات اللي اولو اني طولت شوية لما حالا ما بربي ما تقصوا علي شي لانه فامتي اه ايش ايش تسمها ما شاريكات فامتي نطلب من الحكومة وخاصة النزارة المالية باش يتدقق في الاوال كونطاب اللي اذاك ام فامتي يعملوا في اه الآلالشاريكات وانهم اه يتلعبوا بالشيفر بالشيفر دافيار باش يخرج اما اه اما نيو اه الا. ا legitimate trapercéراهو واضية اه وهمتي كل شاريكة يلزم التحقيق معاهم فامتي وكشف. علي شي اخويا انا نصور مليون تقصلي بالمليم. بالمليم تقصتي حسب الفش دا اللانه صبعي تحت الزرسة شوف رجال الأعمال اللي دخلوا في المليارات المليارات فينو انتي لو كان جينا عدالة جبائية الضم العبادة كلها رأي تونس بيخير لأنه كل واحد على قدر مصوره يدفع للدولة والله يرانا لابس علينا أما المشكل وأنه التلاعب بهذاي وليلا محمد رسول الله خير قول والله غابت علي حاجة هامة جدا نطلبه من سيادة الرئيس بما أنه قال مش تصير تدخيخ كامل في وزارة المالية فامتي على القروض وين مشيت والهيبات ولكذا أخويا صارح الشعب التونسي باش يكون معاك ويكون فامتي المواطن على بين من هذا كله لأنهم هما دائما يركزوا على أن فامتي وصلنا للتجويع وصلنا كذا وهما بالعكس يخلقوا في الأزمات هذه باش يهيجوا الشعب على الدولة والدولة فامتي تواقاعدين يمشوا في طريق مواحد ونطالبوا وزيرة العدل باش تحث القوضات على التسريع في إنجاز الملفات الحارقة وخاصة منها المالية لتعبيت الخزينة الأممية ومنها بالتالي تونس تونس رهي جميلة بشمسها زرقاء ببحرها خلابتهم بخضرارها وشموخ جبالها غناء بثمارها مطمورة روما بحبوبها روما أنها رهي تونس بأتم معنى الكلمة يستطابوا فيها العيش والناس كلها لأنها تتمتع بموقع استراتيجي فامتي تحل على البحر الأبيض المتوسط معناها الدول الأوروبية تحل على الدول الأوروبية والإفريقية معناها نعم بلاتفورم جي بلاتفورم فامتي لو كان جيت على غالب ما الرجال الوطنيين غابوا مع الأسف الشديد وقلوا بشكل كبير يس شك